الأكثر سوف لن يقف مع الحق بالعكس قد يحاربت في داخل نفسه أنا عندي اتصال تقريبا بأكثر السياسيين أكثرهم يمدحون ويمدح مهد شي حتى يقنعني لا يذكر أسباب واقعية يذكر لك ليش السبب ليش السبب أمدح يمدح ليتزلف لا لا ما عنده مصلحة بس كأنه لحظة حق لحظة الصفاء ومو أمام العامة ما يخسر بها شي يتحدث أرقام حقيقية يقول عملت كذا عملت كذا وهي فعلا بها رؤية يعني إذن يعرف يقول لا تعالي ليش تسقطون بالعلن يقول بعض صراحية صراحة وانت تقول ما بقيت لنمجال في هذا الموضوع يعني ما خليت لنا نقول بس أنا مو أمنع أحد يأكل بس الأكل يكون بالحلال أما تعتدي على أموال الآخرين وتبتزي الآخرين بصراحة أنا بين خيارين خيار أسكت عليهم حتى ما يأذوني أو ما يقصرون ضدي واعتبر خيانة المسؤولية أنا واجب أن أحمل آخرين ماذيك هذا المتربية خطأ ما يروح من بالك لأنه معاناة بصراحة أنت دورات تعمل مع أناس قد ما نبين هذا التناقض التناقض يبدو في لحظات عصيبة أما يعني فرق بين الشجاع والجبان هو في تحدي الموت كشف عنهم الغطاء أمام الناس دكتور حيدر الآن هؤلاء الذين تعنيهم دائما أنت أو كنت تعرفون من هذا النوع خصوصاً الذي يصير أهم بالحكم أن يمتلك المال والسلطة والثروة يصير عنده فضائيات يصير عنده إعلاميين يشتريهم فيلمعوا لصوته والناس لا تعلم ببواطن الأمور الناس عليها الظاهر لا تعلم ثم هناك دعاءات إنسان يتخلم ضد أو يكشف شيء وإنسان آخر يمدح الناس يضيع عليها الحقيقة هو غالباً الله تعالى أعلم من في القلوب